حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا الوليد بن سليمان أن القاسم بن عبد الرحمن حدثهم عن عمر بن فلاء الأنصاري قال بينه ويمشي قد أسبل إزاره إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك أبن عبدك ابن أمتك قال عمر فقلت يا رسول الله إني رجل حمش الساقين فقال يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه يا عمر وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمن تحت ركبة عمر فقال يا عمر هذا موضع الإزاري ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال يا عمر هذا موضع الإزاري